مساء خير أحبائي ومشاهدي ومتابعي الصحة والجمال في كل مكان حلقة جديدة من نفض الملاعب مع أحمد شهاب أحدث الأخبار الرياضية اللي موجودة على الساحة المحلية والعالمية خلال 48 ساعة حدثت أحداث شدت وجذبت انتباه كل متابعين الرياضة في كل مكان 48 ساعة فيها أخبار عديدة منها الكارثة الكتالونية أمام ماكينات الألمانية وفي ضيحة أوروبية لأول مرة في تاريخ برشلونة بخسارة 8-2 والناحية التانية نروح لمفاجئة رمضان صبحي لجماهير النادي الأهلي ورحيله عن الفريق إلى بيراميز وبراميز فتح خزائنه لنجوم الدوري المصري ومش بس كده حالة الانسحاب التانية في الدوري المصري هذا الموسم والنادي المصري أمام النادي الإسماعيلي بالأمس وعبر شاشة استاد برج العرب أعلن من خلال أحمد الغندور حكم اللقاء 2-0 صالح نادي الإسماعيلي أحداث كتير جدا جدا هناخدها بالتفصيل إن شاء الله خلال على مدار الحلقة ويكون معنا مداخلات مهمة جدا خاصة في إطار موضوع النادي المصري والإسماعيلي وعشان نبتدي بقى في حلقتنا كده اللي إن شاء الله يكون دسمة بالأخبار والأحداث الرياضية هنروح للمنشتات نبض الملاعب ونرجع تاني الانتاج الحربي يفقد الأهل النقطة الرابعة هذا الموسم البدري يشاهد الزمالك والمقصة من ملعب المباراة صدام شرس بين الجبلاية والنادي المصري خزائم بيرامدز تجذب نجوم الدوري المصري مساحات القسم الثاني إثبات حالة ماكينات بايرن الألمانية تدهس التيكي تاكا ورجعنا لكم بعد ما شوفنا بعض المنشتات والعنوين نبض الملاعب مع أحمد شهاد الحدث الأكبر زي ما بيقولوا اللي شوفناه مبارح فيه أو اللي مفروض كنا نتفرق عليه مباراة ما بين النادي المصري ونادي الإسماعيلي في الدوري المصري المنتاز ولكن زي ما بيقولوا كده يعني أنا هكلمكم بقى بمنتهى الأمانة بمنتهى الصراحة اتحاد الكرة المرة دي كان مصمم جدا جدا أن المباراة تلعب والنادي المصري بقيادة رئيس النادي السمير حلبية قال إحنا ما عندناش لعيبة تلعب المباراة رد اتحاد الكرة أو مبررات اتحاد الكرة في البيان اللي قاله إنبارح عقب إعلان فوز نادي الإسماعيلي على النادي المصري وقال إن النادي المصري عملنا له مسحة لخوض المباراة وطبعا زي ما انتوا عارفين ليحة المسابقات الخاصة بموضوع كورونا إن العدد لو عشر لعبين فيما أكثر يتم تأجيل المباراة ولكن الاتحاد الكرة قالك أنا لقيت أو بعد نتيجة المسحة النادي المصري لديه تسع لعبين فقط مصابين بكورونا جاء دارة النادي المصري قالك لأ أنا عندي أكتر من خمستاشر لعب مصاب بكورونا طب المسحة الرسمية من الاتحاد الكرة تلعت إن اللعبين المصابين هم تسعة فقط فهنا بقى دار الجدل وكان قابليها بيوم تصريحات هنا وهنا الاتحاد الكرة مصمم إن المباراة تتلاعب والنادي المصري قالك أنا ما عنديش لعيبة أاجي بيها ألعب ولو عندي لعيبة هقول الاتحاد الكرة رد في بيانه وقال أنا عملت خمسين مسحة للنادي المصري تحسبا استعانى بالشباب ويكونوا موجودين في الملعب بجانب كبار الفريق برضو حصل إن لقوا تسع لعبين مصابين النادي المصري قالك أنا عملت مسحات أخرى لقينا فيه لعبين عندهم أعراض الكورونا عملنا لهم مسحات وطلعت المساحات إيجابية وطلعت المساحات إيجابية فالعدد زاد فطبعا إحنا عايزين زي ما قلنا في قولة حلقاتنا بنبارك بعودة النشاط وعودة الروح لملاعب كرة القدم لازم يكون في حلول الاتحاد الكرة برضو عشان الخاطر لازم نقول حاجة لأن معانا مدخلة مهمة جدا قال إن النادي المصري ما كانش ملتزم بالاحترازات الطبية والتعليمات اللي اللجنة الطبية قالت عليها ومعانا مدخلة مهمة في إطار هذا الموضوع مع الأستاذ طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري مسائر خير أستاذ طارق أهلا بيك أستاذ حضرتك أهلا بيك أهلا بكل أستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك من نور الدنيا أولا أنت ما شاء الله إعلامي كبير ومتحدث لبك طبعا الله يكون في العون الكل بيتكلم عن أحداث أو ما يدور في كواليس أحداث مباراة المصري والإسماعيلي اتحاد الكورة أصدر بيان مباراة خاصة بالموضوع والنادي المصري علمنا أنه بيحضر ملف لإرسال الاتحاد الدولي كمان ما بكلام ده أضغط شعلا وكمان عايزين يختاركم حاجة مهمة جدا هم نسينا أن في وزارة الصحة كانت أيلة من ضمن البرتكول بتاع وزارة الصحة المعتمد من وزيرة الصحة شخصيا بيقول أن الحالات اللي اتحول من إيجابي لسلبي ده بد أن يتعام فيه برتكول كده بيقول دازل تقعد في العزل 14 يوم وتتلقى العلاج ويتعمل لهم حاجة اسمها رسم قلب ورسم عصدل وحاجات من عزل كبير فهم أقول لك الحالات دي طالما خلاص اتحولت من إيجابي لسلبي يروح يتمرانهم ويروح يدعبهم والكلام ده كله طب إزاي؟ طيب أستاذ طريق وكلام ده على فكرة مسجل مسجل صوت وصورة والمستندات موجودة كلام في النادي طيب أستاذ طريق اتحدي الكورة بيقول إن النادي المصري بعد طبعا تأجيل مباراته الأولى أمام حرص الحدود عمل خمسين مسحة المفروض كان خمسة وتلاتين عمل خمسين مسحة بالإضافة لسبعتاشر من الشباب المتعاقد معهم النادي المصري هو أولا من خمسين مسحة مفيش خاجة أسماء خمسين مسحة هم عملهم أربعة لو عملهم ميت مسحة للنادي كله وطلع أربعتاشر لعد حالة إيجابية لازم المصري تأجيل أوتوماتيك لأنهم أهم مطلعين بيان بيقولك الفرقة اللي فيها عشر حالات تأجل مبارياتهم إذا كان براء الوداد البيضاوي خمس حالات للتحدي المغربي أجل المباريات وشارة المغربي ما يتلع لأي حد هو جماعة النهاردة صحة الإنسان أهم شيء ده كلام الصحة وكلام الدولة ورئيس الوزراء وستد رئيس الدمورية يقولك الصحة أهم من الدور ومكورة طبعا عندنا 14 حالة 14 حالة كورونا البيان الرسمي يا سستار احنا طبعا بنستفسر ناخد الرأي والرأي الآخر اللي طالع من التحدي الكورو بيقول إن عدد اللاعبين المصابين بكورونا في النادي المصري هم تسع اللاعبين فقط طب هو يقول زي ما هو عايز وحنا عندنا المستندات وحنا عندنا ورق والمستندات اللي هو باعتهن اللي ورق بتاعه مهمة بتاعه دكتور دكتور الاتحاد الكورو يعني الخطوة القادمة هتكون الملف الخاص بهذه الوقع هيكون فيه طريق الاتحاد الدولي إن شاء الله بإذن الله باتحاد الدولي وقبل ما رحلت الاتحاد الدولي بكرة إن شاء الله في ملف رايح للمد التظلمات باتحاد الكورو وهيكون فيه بلان معمول من كل المستندات اللي جيت من اتحاد الكورو وفيه اتنين نائب رئيس مجلزارة النادي أستاذ محمد الخولي وعادوا مجلزارة أستاذ عدنان حربية هيكونوا إن شاء الله بكرة مجدين في الاتحاد وهيعرضوا البلان كله على اتحاد الكورو بالكل والكستندات اللي هم بعتوها تمام نادي المصري النادي البورسعيدي صاحب الجماهيرية والشعبية يستحقوا أن يكون في المكانة اللي يتليق بيه ومجلس إدارته لا لابد اللي احنا أو منظومة اتحاد الكورو تسمع وجهات النظر وتشوف الأوراق وزي ما بيقولوا لازم يكون في صبر قبل يكون أي قرار يتخذ خاصة أو يتخذ خلال الفترة القادية خاصة أن احنا في جائحة اكتحت العالم كله نورتنا يا أستاذ طارق وإن شاء الله تكون معنا ضيف قرأي بإذن الله شكرا شكرا مكالمة مهمة جدا جدا ويعرفنا الخطوة التالية لنادي المصر يا جماعة نتمنى نتمنى في حاجة في حاجة اسمها إدارة احترافية في المنظومة الرياضية احنا عارفين في حمل كبير أوي على اللجنة الخماسية خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاي بدليل ان احنا لسه مش عارفين بعد الخمس مباريات اللي هم قالوا هيتلعبوا مع نهاية أغسطس مش عارفين باقي المباريات لسه الجداول ما تحطتش عارفين ان احنا في جائحة ولكن زي ما احنا شايفين كده حوالينا الدوريات خلاص كلها خلصت وفي حاجات خلاص بسيطة الرابط برضو عايزين زي ما بيقولوا كده يعني نبقى رسيين شوية قبل اي قرارات مش عايزين يا جماعة نحط مصرنا الغالية والمنظومة الرياضية نلاقي ملعب فادي فريق موجود وفريق لأ الكلام ده يا جماعة مش صح ومش مظبوط ان هو يبقى في بلدنا واو يكون فيه الملاعب المصرية معانا مدخلة تانية مهمة جدا احنا اقاع الحلقة بتاعنا سريع عايزين ناخد رأي حاجة برضو خاصة بمساحات كورونا الخاصة فيه القسم التاني احنا عارفين ان القسم التاني ان شاء الله 20 سبتمبر هيعود من جديد وينور الملاعب المصرية ولكن النهاردة عشان تنزل اتحاد الكورو عمل عشان ينزل لعيب الكسم التاني للتدريبات عمل مساحات على حساب اتحاد الكورو طيب المباريات الودية ايه اللي هيحصل فيها ما قبل المباريات الرسمية ايه اللي هيحصل فيها نروح للموسوعة محمد باهي نائب رئيس تحرير الاهرام نعرف منه خبايا الكسم الثاني منورنا ومشرفنا والساس محمد كشاب واهلا بجروب العمل الجميل وبحييك على البرنامج وبقولك مبروك اكيد طبعا ان شاء الله هيكون اضافة لكرة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بواجه خاص وبهنيك وبقولك بالتوفيق ان شاء الله في مسيرتك الاعلامية الجميلة هشكرك يا استاذ محمد خبير رقمي واحصائي لا غنى عنه بيسموه نصير الغلابة في الشق الاعلامي يا استاذ محمد عايزين نروح اتجاه احنا كنا من شوية بتتكلم عن موضوع النادي المصري والنادي الاسماعيلي وجبنا لأستاذ طارق هاشم على التليفون عشان نعرف اخر المستجدات موقف النادي المصري بعد اعلان اتحاد الكورة فوز نادي الاسماعيلي بهدفين طيب المكالمة فصلت مع الاستاذ محمد بها نحاول نرجع له تاني هتبقى مدخلة مهمة في هذا الاطار انبارح شفنا مباراة النادي الاهلي والانتاج الحربي والخسارة للنقطة الرابعة للنادي الاهلي في مشواره حتى الان ومازال النادي الاهلي متصدرا على كم الترتيب الدوري الممتاز رغم التعادل اللي شافته جماهير النادي اللي شافته جماهير النادي الاهلي انه هو تعادل مخيم للامال خاصة انه كان مصاحب لاداء باهت جدا تقدم الانتاج الحربي ثم عاد عمر السلية بهدف التعادل الرغم يعني كان امبرح فيه رتابة فيه اداء النادي الاهلي المكالمتنا رجع الثاني وهنرجع برضو الاخبار النادي الاهلي المكالمتنا أستاذ محمد مرحبا يا شعب وأنا أتكلم عن المساحات اللي بتتعامل سواف دور ممتاز أو الكثم التالي أعايز أقولك أن الكثم التالي بنسبة أكثر من 90% 36 نادي يعني منهم أعطاق 30 نادي تلعوا مساحات سلبية والباقي أكثر عدد كان في أبويرل أسميها 13 حالة وفي الأولوم بتمن حالات وبعد كده يعني ثلاث حالات في الترسنة وحالة واحدة في الفيوم وهكذا يعني يمكن بالكتير أو تمن أن دهي اللي فيها الحالات والباقي كله مساحات سلبية عايز أقولك كمان أن تم تغيير الشركة اللي بتعمل المساحات بتاعة الدور الممتاز دي شركة غير بتاعة الممتاز بيه ودي أول وآخر مساحات سيتم عملها لدوري بالنسبة لأنديات الكثم التالي زمعت برضو بتتكلم عن الممباريات الودية أنا بأؤكد لك أن الممباريات الودية ما فيهاش مساحات بقولك كمان التدريبات القادمة كمان ما فيهاش مساحات أعتقد كمان المباريات الرسمية يعني يمكن عشرين سبتمبر ضربة البداية أو عودة استئناف الممباريات مرة أخرى أشك في إجراء مساحات في هذا التوقيت سميشني خبر أن تم تدالي المساحات بجراء عينة من الدم أو تحليل دم بدل من المساحات المتعارف عليها بعدما وصلت تكلفة بالملايين وتم الاتفاق على أن يتم إجراء أغذى عينة الدم دي ويتم التشكيك في سواء لعب أو إداري أو مدرب أنه عنده كورونا سيتم إجراء مسحة له وخصوصا بعدما شفنا الجدل الكبير في الفترة القليلة الماضية ما أن تجرى المساحات في نفس اليوم حتى يتعرض اللاعبون أو المسؤولون في اليوم التالي لمرض الكورونا أو للتشكيك في مرض كورونا وخاصة أنك أنت بعد إجراء المسحة وخصوصا دور الكسم الثاني بعد إجراء المسحة اللاعب بيمارس حياته عادية وبيروح بيته وبتقابل مع صحابه يعني أنا شايف إجراء المسحات دي بالأمانة إجراء شاكلي فقط وليس إلا إهدار للمال العالم زي ما قلنا يا صوص باهي في منشتة من عنوين أخبارنا النهاردة قلنا أن مسحات القسم الثاني إثبات حالة فقط أنت عملت مسحات لكن الماتشات الودية بتتلعب وشوفنا متشات كتير قوي خلال الفترة دي بتتلعب بدون أي مسحات يعني أعتقد أن الموضوع في القسم الثاني مهمل للغاية نورتنا وشرفتنا أستاذي الأستاذ محمد باهي دي كانت مدخلة مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي ونائب رئيس تحرير الأهرام الأستاذ محمد باهي ودي كانت يعني زي ما بقولوا كده حاجة بسيطة كده عن الحاجات اللي بتحصل في القسم الثاني اللي احنا محتاجين يكون فيه اهتمام به أكتر ولأ والمفاجأة كمان أن القسم الثالث والقسم الرابع مخلوبين على أمرهم لسه ما تحدد لهمش أي حاجة هيكمله وهايتلغي الدوري كل ده لسه الموضوع فيه يعني ما تعملوش لا بيقولوا فيه أول أكتوبر لا ما فيش أي قرار رسمي بعودة القسم الثالث أو الشكل اللي هيرجع عليه والقسم الرابع عايزين بقى ناخد زي ما نرجع عليه أخبار النادي الأهلي واتكلمنا عن مباراة الانتاج الحربي دلوقتي بعد رحيل رمضان صبحي الاتجاه العام داخل النادي الأهلي وجماهيره دلوقتي البحث عن محمود كهربا هو البديل لرمضان صبحي خلال الفترة القادمة فالكل بيسأل كهربا إيه أحواله إيه أخباره جهن بارح قرار من منع الاتحاد الدولي بتوقيع غرامة مالية على محمود كهربا 32 مليون جنيه و800 ألف فالغرامة المالية دي أسلجت صدر النادي الأهلي إزاي الكلام ده؟ النادي الأهلي قالي أنا كده كنت قيدي مع اللاعب صحيح 100% بدليل عدم توقيع أي غرامة على النادي الأهلي والنادي البرتغالي فبالتالي محمود كهربا وأيضا محمود كهربا لم يتم توقيع عليه عقوبة الإقاف وتم توقيع فقط غرامة مالية ومن السهل وقال النادي الأهلي اللاعب سيطعن عن الغرامة ومن المؤكد بشكل كبير هتخفض هذه الغرامة المالية فالنادي الأهلي بيقول إن ده انتصار في قضية كهربا كهربا إحنا عارفين إنه هو كان موقع عليه عقوبة لنهاية الموسم بسبب أحداث مباراة السوبر المصري وبعد تقدم النادي الأهلي بيتظلم خلاص كهربا تم تخفيض العقوبة لعشر مباريات أدى أربع مباريات منهم للإقاف مباراة الزمالك في الدول الأول اللي انسحب فيها الزمالك ومباراة أمبي والإنتاج الحربي وسموحة وتبقي ست مباراة يعني بعد الجولة الخمسة وعشرين بداية الجولة ستة وعشرين ويكون مباراة الأهلي والإسماعيلي هيكون عودة محمود كهربا البديل لرمضان صبحي والجماهير كلها في انتظار هذا الموضوع نادي الزمالك عنده مباراة مهمة جدا مع نادي المقصة النهاردة هيحضر المباراة كابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري ومعاه كابتن سيد معاوض وعارفين النهاردة هيستضيف المباراة ملعب استاد القاهرة نادي الزمالك آخر مباراة ليكت أمام الاتحاد وتعادل واحد في المركز الثالث هو دلوقتي برصيد خمسة وثلاثين نقطة نفسها شرسة جدا أمام بيرامدز العائد أيضا بقوة ولكن فرق الأهداف في صالح بيرامدز مقصة مش في مكانه الطبيعي اللي احنا عارفينه في المركز الاربعتاشر برصيد سبعتاشر نقطة هنشوف مباراة النهاردة من المؤكد بتكون مباراة الزمالك والمقصة من المباراة المهمة جدا عايزين نتكلم فيه بسرعة أخبار كده سريعة خلاص الانتهاء أزمة عقود الأجانب في الإسماعيلي التونسي فخر الدين بن يوسف والعراقي همام طارق خلاص بحصلهم على مفقاة الأمنية وهيرجعوا ليكونوا في نادي الإسماعيلي واستقناف التدريبات مع الفريق حاجة مهمة جدا مبارح شفناها في مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بايرن ميونيخ قدم مباراة ولا أروع برشلونة التكاهنات يعني اللي كان بيتابع برشلونة خلال الفترة الفاتت كان يعارف ومتأكد أن برشلونة مش في حالته الطبيعية وهيواجه مارد خلال الفترة الفاتت بطل الدوري الألماني وصاحب الماكينات الألمانية بايرن ميونيخ بيقدم لقاءات ولا أجمل ولا أروع خلال الفترة اللي فاتت ولكن اللي شد انتباه العالم كله الهزيمة الصقيلة الأولى تاريخيا لبرشلونة 8-2 الكل مبارح كان بيتكلم حتى المدير الفني لبرشلونة كان ظهرت عليه الصدمة في المؤتمر الصحفي قالك أنا مش مصدق النتيجة المزهلة دي النهاردة منشستر سيتي ونابولي هيلاعبوا ليون منشستر سيتي وليون فائز منهم إن شاء الله هيقابل الماكينات الألمانية بايرن ميونيخ قبل ما نختم حلقتنا هنقول حاجة زغيرة جدا في ظل الأحداث اللي احنا شايفينها على الساحة الرياضية في حاجة الناس نسيها جدا 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 اللجنة الخماسية لما الاتحاد الدولي أجلها أو مد مدتها أربع شهور لنهاية نوفمبر أنا بقول لكم من دلوقتي لابد عمل انتخابات لاتحاد القرى المصري ليكون لنا صوت في الاتحاد الإفريكي خلال الانتخابات القادمة اللي هتتعامل في مارس ما ينفعش مصر تكون خارج حسابات الاتحاد الإفريكي ويكون خارج التصويت في الانتخابات القادمة خلصت حلقتنا النهاردة اللي جريت معاكم بسرعة جدا 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 ونشوفكم الحلقة الجاية